لن نربط أبحاثنا ودراساتنا في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الآخرين هكذا جاءت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اليوم الوطني للتقنية النووية في طهران في إشارة منه لحرية وتطور الملف النووي من دراسات وأبحاث بعيدا عن رغبة تحكم الغرب في المجال النووي قال إبراهيم رئيسي إن هذا التطور مؤشرا على الثقة بالنفس والاعتماد على القدرات الداخلية كاشفا عن الوثيقة الاستراتيجية لصناعة بلاده النووية للعقدين المقبلين في اليوم الموالي لهذه التصريحات اتهم وزير الخارجية الإيراني واشنطن بالسعي لفرض شروط جديدة خلال محادثات فيان حول أحياء الاتفاق النووية إيران تلتزم بخطوطها الحمراء فيما يواصل الأمريكيون الحديث عن إجراء مفاوضات مباشرة لم نرى فائدة فيها ولم نلمس حتى الآن موقفا إيجابيا منهم فنحن نسمع جو بايدن يتحدث باستمرار عن حسن النية لكن من الضروري أن يثبت ذلك من خلال إصدار أمر لإزالة العقوبات تصريحات حملت رسائل مباشرة لواشنطن التي طرحت مؤخرا مطالبات تتعارض مع بنود الاتفاق النووي إضافة إلى تماطلها في التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني ما دفع أكثر من 200 نائب في مجلس الشورى الإيراني يوجهون رسالة لرئيسي والوفد المفاوض في محادثة فيينا تحث على ضرورة الحصول على ذمانات قانونية تمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مجددا وضرورة رفع العقوبات وعدم فرض عقوبات جديدة